السلام عليكم ومرحبا بكم معي مرة أخرى في القناة اليوم إن شاء الله هدي نشارك معاكم حلوة بدون فرن كتجهز في وقت قصير خدمتها سهلة ومبساطة هدي نخدموها لجد المرات فقط والخدمة كلها هدي تكون يعني مبساطة وإن شاء الله هتجبكم وتجربوها هنا أول حاجة غدي ناخدو شوكولات لها هدي تكون بيضة دوبتها في حمام مريم ومن بعد هنا بيتون إضافة هاد نوع هادا غدي ناخدو هاد القالب هادا انتهى سيليكون بالنسبة لهذا فهو على شكل معين كيفما كتشوفو سبق لي وخدمت به معاكم هاد الملعقة هدي عندي أصغر ملعقة غدي نسخدم منها وحدة ونص فهاد طبقة غدي تكون شوية يعني ما بيهاش ما رقيقاش بزاف من قبل كنت خدمت واحد النوع اللي ترس فيه ملعقة وحدة فهنا غدي نخدم الشوكولات مرة وحدة غدي نحاولو أننا نضربو على سطح العمل وباش هاد شي كل شي تاع الشوكولات تعنا كيتوزع بكل سهولة حاولو أننا نضفو الجوانب نكمل وندخلها للمجمد مدة خمسة دقايق ستدقايق باش تقبط مع راسها من الأحسن أننا نضرو هاد البلاتو هادا باش هاكدا يعني ما يوقاش ذاك الميور وف نفس الوقت أخواتي يعني كتكون مقدة عندنا ندخلوها المجمد ونلتقيو في المكونات عندي 300 جرام الكوك او رجوز الهند اللي اخديتو وطحنتو هنا عندي النسلي العادي وعندنا دي سوريز اللي اخديتو فلو الأخضر وقطعتو إذا بغيتو تدير لي فخوكم في كاملين ممكن لكن أنا غدي أخدم بيهم يعني في طبقة الأخيرة ففضلت أنني ندير هادو اختيارين إذا بغيتو إذا ما بغيتوش ممكن تصغنوا عليهم فهنا الكوك كيف ما كتشوفوه معايا غدي يكون مطحون مزيان ودائما نحاولو أننا ناخدو نوع يكون جيد كيف ما تنعرفو أن الكوك تينشف فناخدو نوع يكون ميدو وممتاز هنا غدي نضيف النسلي اللي غدي نجمعو بي بالزاف تعلب الناس يسولوني في الحلويات اللي سبقو واش نضيفو نسلي كرامل فتنفضل أنا فقط النسلي العادي والكرامل نضيفوه مع الكوكو أو الفوز سوداني هنا غدي نجمعها وغدي نشوف يعني واش مناسبة لي او لا بالنسبة لي أنا ضفت القليل مرة أخرى من النسلي هنا مني نجمد عندي الشوكولة فغدي ناخد واحد يعني الجزء من الحوشوة اللي غدي نضعو بها الشكل هذا بالنسبة للقياس فاختيت تقريبا اه بين سبعتاشر جرام وثمنتاشر جرام اذا بغيتو تديرو نفسي انها هتكون طالعة لان هاد القالب هذا كيف ما كتشوفوا معي غارق واحد شوية فبغيت نطلعها لعند الفوق اذا بغيتو انكم تنقصوا من الحوشوة تديرو هاكم حضورة واحد شوية فاتقدرو انكم تديرو اه الاثناشر جرام هنا عندي قلة من علبة من اللي فخوي كونفي او الفواكه المعسلة عندي اللوز ايفيري او راقة اقل لوس واندي الجليكوز بالنسبة لي انا ما عنديش الناباش وما متوفرش حاليا فاغدي نسخدم فقط الجليكوز فهنا كيف ما شوتوا معي هاد العلبة ناقصة شوية من هاد الفواكه المعسلة نضفت الرقائق نتاع اللوز هاد الحلوة كاتجي ممتازة يعني بالنسبة هاد المكونات كتوتوا مع بعضياتهم انا سبق لي وخدمت بانواع اخرى من الفواكه المجففة الفواكه المعسلة فان شاء الله غدي نتوفوا معايا فيديوهات اخرين غدي خليهم لي كون فلا بعض دانفو هنا ضفت الرقائق نتوفوا على حسب اللي بغيتو وهنا كيف ما شوتوا معايا غدي نبدأ كنحط في هاد طبقة الاخيرة به هاد شكل هاد يعني مباشرة كنخدموها فعندي هاد الحبيبات هادو او للعقاق رقاق اذا بغيتو اذا ما بغيتو شاكين كاته واحد شكل ولا منظر جميل للحلوة نتاعنا وغدي نكمل كامل الكمية بنفس الطريقة فبالنسبة لهاد الحلوة فهي سهلة ومبسطة كنخدموها يعني المرة اللولا شوكولا ما كتاخدش معانا وقت والمرة الثانية كنخدموها دفعة وحدة اللي كنخدموه الكوكونيس لي ومن بعد كنخدموه الحشوة اللي فوق منها انا غدي ندير كذلك حتى الخطوط من شوكولاتة في نفس اللحظة هاكا غي باش يجينا المنظر جميل مرة اخرى وكذلك يتبطلنا هاد الشي اللي احنا حطيناه بالنسبة الفواكه المعسلرة هاكا تبقى حتى بدون اي اضافة نتاع شوكولاتة فاذا ببغيتوش ممكن ما تضيفوش كنحاولو اننا نخليو الخطوط نتاع شوكولاتة تكون رقيقة بالساف غدي ندخل هاد الشي كامل للمجمد مرة اخرى ضروري باش منين ديموا ليهم يديمو له بكل سهولة فهنا انا خليتهم تقريبا اربع ساعة كيف ما كتشوفو معايا هاد طبقة اللي سح تنسع شوكولاتة كتجي رقيقة وكيجو عنا دوكلي سيغيز بالخضر بينين من الجوانب يعني كيغيرو لنا ذاك الطعم انتاع الكوكولي تناعرفوه هنا كيف ما شفتو معايا غدي نحطوهم في هاد الشي بورا للتقديم او لا في اي حاجة تقدروا تخليوهم كيف هاكا بالنسبة لطريقة الاحتفاظ بها وعدد الحبات غدي نتكروا في اخر الفيديو وهذه هي الحلوة انتاعنا فان شاء الله تعجبكم بالنسبة لعدد الحبات تعطيتني 29 حبات وكتبقى على حسب الحجم انتاع الكويرة اللي درتوها بالنسبة لتمن البيع فهو غدي يكون امنية درهم مغربية لانا عندنا اللي فخيكم فيه عندنا كذلك رقاء اقلوس ان شاء الله يجبكم هاد الفيديو وتجربوها بالنسبة اخواتي للصور اللي غدي نخليهم ليكم غدي نخلي لكم كذلك روابط تعهم في خانة الوصف وإلى اللقاء في وصفة من وصفاتي وغدي نخلي لكم هاد صور نتاع الحلويات مجموعة كبيرة من الحلويات اللي قدمتها في القناة ترجمة نانسي قنقر